بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل بعض التطبيقات على الخواص المواقع عشان نشوف ازاي بنستخدم تطبيقات القوانين وعلى قد استخدمناها في خواص المواقع اول مثال رقم واحد بيقول لي Reservoir of oil has mass of فمديني Reservoir يعني tank موجود عندي او container في mass 825 Reservoir has area has volume 0.917 متر مكعب كمبيوت احسب الدي نستي specific weight وال specific graph على طول تستاذي في دماغك على طول قوي انت اخذتها الدي نستي الرو عبارة عن mass على volume نعاود مرة اخرى الرو بتسوي mass على volume بعوض بالماس وبعوض بال volume موجود عندي يديني الرو تسوعمية كيلو جرام لكل متر مكعب طب الجامة بتاعت الاويل احنا قلنا الجامة عبارة عن الرو في الجي على طول بدرب الرو في الجي يطلع عندي الرقم نيوتن لكل متر مكعب ولازم انت بتحسب الرقم في حد ذاته ما ينفعش لازم الوحدة والوحدة بتاعتنا كلها تبقى في القصة أيضا طالب بعد كده ال specific graph بتاعت الاويل يبقى الرو اويل على الرو ووتر بتساوي تسعمية علاقة تطلع تسعة من عشر ودي ضي من شلس كوانيتي يبقى بسهولة جدا شوفنا ازاي بنتبق هذا الكلام نسرق باثنين على الخواص بولي ووتر has surface tension يبقى surface tension يبقى انا عرفت السيجما وبعدين N ثلاثة ملي متر ديامتر بتاعت تيوب يبقى عرفت الديامتر بتاعت تيوب ثلاثة ملي متر وبعدين liquid rises ثلاثة ملي متر يبقى ارتفاع الكابيلاريتي ثلاثة ملي متر وبعدين polycalculate the waiting angle انت على طول عارف القانون بتاعنا يبقى استدعي القانون بتاعي اولا انا حافظه الh بتساوي اتنين سجما كوزين سيتا gamma على gamma في R الجما احنا عارفين اللي هي الروفي جي يبقى من لك كوزين سيتا بطلعها بتساوي كذا وابتدى اطلع الجاما اللي هي ألف في عشرة تسعة بوين ثمانية واحدة عشرة وستلاتة يديني تسعة تلف تمامين وعشرة في الرادياس اقسم على اتنين جبت الرادياس وحاوله الى متر في عندنا اللي هو ارتفاع بتاعنا h كان ستة ملي متر بسومه على ألف يعني ستة من ألف ملي متر على اتنين والسجما موجودة يطلع عندي سيتا بتاعتي 83.7 يكون لها تطبيقات موشرة على القوانين البسيطة بتاعة الخواص ونستكمل المحاضرة القادمة بإذن الله باقي التطبيقات وشكرا ترجمة نانسي قنقر